فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أهل الذكر برنامج فيه نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ونسأله أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم هذا وقبل البدء عن الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات أذكر نفسي وإخواني بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات وسورة الحجرات سورة الآداب يعلمنا فيها ربنا سبحانه وتعالى كيف نتأدب مع الله ومع رسوله ومع عباد الله فهنا يقول يا أيها الذين آمنوا أسمع لهذه الكلمة وأطع اسمع لها وأنصد فهو إما أمر ستؤمر به أو نهي ستنهى عنه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم السخرية السخرية شأن أهل الكفر ليس من شأن أهل الإيمان ولا من شأن أهل التقى والصلاح أهل الكفر هذه طريقتهم السخرية يسخرون من الناس ومن عباد الله الصالحين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى فالسخرية والاستهزاء من شأن أهل الكفر فينبغي على المسلم أن يربأ بنفسه عن هذه الصفة السيئة أن يكون من المجتهزئين إن برامج أقيمت على الاستهزاء بخلق الله برامج على الفضائيات وعلى السوشيال الميديا وعلى غيرها قائمة على الاستهزاء بخلق الله استهزاء على طريقتهم أو على كلامهم استهزاء بأشكالهم وعلى أشكالهم استهزاء على استهزاء وسخرية على سخرية ونسوا أن الله قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أن الذي يسخر من عباد الله فاسق كما ستأتي موطنها إن شاء الله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم عسى أن يكون هذا المسخور منه أفضل منك يعني لا يسخر مدير من عامل عسى أن يكون هذا العامل أفضل منك أيها المدير لا يسخر رئيس من مرؤوس لا يسخر كبير من صغير لا يسخر عالم من جاهل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم بعض النسوة وهذا يكثر في النسوة الاستهزاء والسخرية المرأة تستهزئ بأختها لأنها أجمل منها فتجد الجميلة تسخر من الدميمة تجد الطويلة تسخر من القصيرة تجد الذي عندها شهادة وعلم أعطاها الله علما تسخر بالجاهلة ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم هذه المرأة التي سخرت منها التي هي أقل منك جمالا وأقل منك مالا وأولادا أو أقل منك علما قد تكون عند الله أفضل من عشر من أمثالك ومن مئة من أمثالك عسى أن يكونوا خيرا منهم وهنا قال ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم اللمز هو العين والطعن أي لا يطعن أحدكم ولا يطعن بعضكم في بعض ولا يتنقص بعضكم من بعض ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب لا لمز ولا تنابز ويل لكل همزة اللمزة فالهمزة اللمزة الذي يستهزئ بخلق الله ويعيب خلق الله مش عجب العجب لا يعجبه شيء يستهزئ على هذا ويعيب فلانا وينقم على فلان ويطعن في فلان لم يعجبه شيء ولم يسلم أحد من لسانه لم يسلم أحد منه هذا هو اللمزة هو الهمزة اللمزة قيل الهمزة الذي يعيب الناس بلسانه واللمزة الذي يعيبهم بفعاله وقيل العكس لكن هو الطعان المعياب الذي يعيب خلق الله هو الهمزة اللمزة ويل لكل همزة اللمزة فالمقصود أيها الإخوة إن اللمز والتنابز بالألقاب أن تأتي بلقب على أخيك وتناديه به لتحزنه ولتسيئ إليه لأنك تعلم أن هذا اللقب يحزنه فتناديه به لتحزنه كل ذلك اسم وفسق ترتكبه قال ولا تنابزوا بالألقاب بئس لاسم الفسوق بعد الإيمان بئس لاسم الفسوق بئس أن تسمى فاسقا بعد اسم الإيمان أنت مؤمن الآن الحمد لله إذ ارتكبت هذه الأمور استحققت اسم الفاسق بدل اسم المؤمن بئس لاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون آية مباركة تعلم الناس كيف ينادون إخوانهم ولا يستهزئون بإخوانهم إذ المسلمون كلهم كاليد الواحدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم إذن في تواد بين المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة يعني المسلمون كلهم على اختلاف بلدانهم وعلى اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف ألوانهم كلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة فالحمد لله أن جعلنا مسلمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين أن يحققوا الأخوة الإيمانية وأن يحققوا ما أراده الله منهم أن يكونوا كالجسد الواحد اللهم آمين وإلى الإجابة عن الأسئلة سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد يقول السائل هل يجوز الظهور أو تقول السائلة هل يجوز الظهور على زوج أختي والجلوس منفردين يعني المرأة تقول زوج أختها يدخل عليها فهل يجوز أن تظهر عليه ترفع النقاب أو تكشف شيئا من جسمها وتجلس معه منفردة لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز بل إن هذا مدعاة للفاحشة وخطر هذا الأمر شديد روى البخاري ومسلم من حديث عقب بن عامل الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء أي منفردين لا تدخل على امرأة وليس أحد في البيت مهما كنت مهما كنت إلا أن تكون محرما أي على أختك على عمتك على خالتك لكن أن تدخل على امرأة لا تحل لك وتنفرد بها وتدعي أنك من أهل البيت من أهل البيت الذي يتسكن فيه أو تدعي أنك قريب لها أو غير ذلك هذا هو الموت والهلاك وهو المدعاة إلى الزنا والفواحش كم من قضية بلغتنا من جراء التساهل في هذه الأمور وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الصحيحين هنا يقول إياكم والدخول على النساء أي لا تنفردوا بهن قالوا يا رسول الله أرأيت الحم الحم أقارب الزوج أخ الزوج عم الزوج ابن أخ الزوج ابن عم الزوج أرأيت الحم يا رسول الله يدخل على أمرأة أخوه والأمرأة قال الحم الموت الحم الموت لا يدخل لا عم الزوج ولا أخ الزوج يدخل البيت والزوج مش موجود ولا ينفرد بامرأة أخي ولا بامرأة عمه وهذا الكلام كله فيه تساهل من بعض الناس وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يقول الحم والموت فيه الهلاك لماذا؟ لأن دخوله غير دخول الغريب الرجل الغريب إذا دخل افتضح أمره غالبا أين تذهب؟ لماذا دخلت هذا البيت؟ فيفتضح أمره لكن قريب الزوج يدخل فلا ينتبه الناس إليه فخطره أعظم خطره أعظم الحم والموت لا يختل الرجل بامرأة لا تحله قال صلى الله عليه وسلم ما خل رجل بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فهذا كله من الفساد من الفساد ويجب الحظر من ذلك فلا تكشف المرأة وجهها أمام زوج أختها ولا أخي زوجها ولا عم زوجها ولا غير ذلك ولا تختلي به فكل ذلك محرم ولا يجوز نعم تقول السائل مات جنين لي في بطني وكان عمر خمسة أشهر فهل يشملني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل من مات لها ولد نعم يشملك ذلك لأنه جنين ونفغ فيه الروح ومات هو في بطنك فيشملك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مرأة من كن تقدم لله ثلاثة من الولد إلا كن له حجاب من النار فقامت المرأة قالت واثنان يا رسول الله قال واثنان فقالت المرأة قال ولو كنا واحدة لقال واحدة لقال واحدة وأيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حرف الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى لا أجد جزاء لعبدي إذا قبضت صفيه من الدنيا وهو ابنه ثم صبر إلا الجنة لا أجد له جزاء إلا الجنة فبإذن الله يشملك كل حديث في فضل من مات له ولد نعم يقول السائل هل معصية الإنسان لربه مقدرة ومكتوبة في القدر أقول وبالله التوفيق كل شيء بقدر طاعته ومعصيته قال الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر قال الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كل شيء بقدر الله كل شيء بقدر الله قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما أكتب يا ربنا قال اكتب مقادير الخلق فكتب ما هو كان إلى يوم القيامة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس حتى العجز وحده مش قادر يعمل شيء لا يستطيع فعل شيء بقدر الله والكيس الفطنة والذكاء بقدر الله الجمال بقدر الله والدمامة بقدر الله الغنى والفقر الطاعة والمعصية كل مكتوب وفي قدر الله طيب لكن أفعال الإنسان هذه وهي بقدر الله لكن الإنسان فيه إرادة ومشيئة بها يختار الصالح والطالح الله خلق في الإنسان إرادة وجعل له مشيئة يستطيع بها يميز بين الخير والشر فإذا اختار الإنسان الخير يجاز عليه وإذا اختار الإنسان الشر يجاز عليه قال تعالى وهديناه النجدين وقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها وقال تعالى إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إذن الإنسان يستطيع يختار الخير أو الشر والإنسان أصلاً واختياراته مخلوق لله يعني كل الإنسان واختياراته مخلوق لله لكن ربنا خلق في الإنسان مشيئة بها يختار ويشاء فإذا اختار الإنسان وشاء شيئاً سواء طاعة أو معصية كل ذلك مكتوب عند الله وبقدر الله إذ لا يقع في ملك الله إلا ما كان بقدر الله سبحانه وتعالى ويشاؤه الله تبارك وتعالى قال لمن شاء منكم أن يستقيم وَمَا تَشَأُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مشيئة كونية قدرية مشيئة كونية قدرية لكن المشيئة مشيئة الشرعية الإنسان إنسان اختار الكفر إنسان اختار الكفر أبو جهل اختار الإيمان أو الكفر اختار الكفر هل الله يشاء الكفر؟ أبداً لا يشأه بمعنى المشيئة الشرعية الله ذم الكفر ونهى عنه لكن لما وقع الكفر من أبي جهل وكل شيء يقع في الكون بمشيئة الله الكونية القدرية فلا يقع في ملك الله شيء لا يشأه الله مشيئة قدرية أي مكتوبة في القدر أن تقع مكتوبة في القدر ستقع المعصير الفلانية من فلان ستقع المعصير الفلانية سيقع الكفر من فلان مشيئة مشيئة كونية قدرية لكن هل هذه مشيئة شرعية يحبها الله ويرضاها أبدا بل الله لا يرضى لعباده الكفر ونهى عن الكفر وحذر منه سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه حكم بذلك وألزم لكن هناك أناس كثيرون لم يلتزموا بهذا الإلزام ولم يلتزموا بحكم الله ولم يلتزموا بحكم الله فاختاروا الكفر فاختيارهم الكفر كل بقدر الله وما شئته الكونية القدرية أنه سيقع من فلان كذا وأنه سيقع من فلان كذا بمشيئة الله الكونية القدرية لكن محبة الله وأمره لم يأمر بالكفر ولم يرضى به بل نهى عنه سبحانه وتعالى نعم فالسؤال هل معصية الإنسان من قتل أو زنا أو سرقة بقدر الله نعم كل بقدر الله إن كل شيء خلقناه بقدر لكن ليس بأمر الله له ولا بمحبة الله لذلك بل خالف الإنسان وفعل المعصية وفعل المعصية فالله لا يحب المعاصي قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فنقول إن كل شيء بقدر الله كل شيء بقدر الله لكن الإنسان له مشيئة بها يختار الخير أو الشر كما ذكرنا من أذلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليكم لما يحب ويرضى وإلى فاصل قصير ثم نعود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعض عدنا بعد الفاصل نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال والأحوال يقول السائل ذهبت للعمرة فجئت عند السعي بين الصفة والمروى فكان الشوط الواحد مني من الصفة إلى الصفة وكنت أظن أن الشوط من الصفة إلى الصفة وبالفعل فعلت ذلك ثم علم الرجل قال ثم علمت أن الشوط الواحد من الصفة إلى المروى ثم من المروى إلى الصفة شوط ثاني وليس كله شوط واحد أقول وبالله التوفيق لا شك أن ما فعلته خطأ وليس عليك شيء لا كفار ولا شيء لا كفار ولا شيء لكن عليك أن تتعلم تعلم حتى لا تشق على نفسك فالعلم نور وهداية بالعلم تيسر على نفسك أمور كثيرة لا ييسر على جاهل بالعلم تيسر على نفسك أمور كثيرة في الصلاة في الحج في الصيام بالعلم تيسر على نفسك أمور كثيرة فأوضح الصورة للإخوة المشاهدين لا شك أن هناك جبل الصفة وجبل المروة الصفة والمروة وهناك سعي بين الصفة والمروة سبعة أشواط سبعة أشواط ومن الصفة إلى المروة شوط هذا هو الصواب من الصفة للمروة شوط ثم من المروة للصفة رجوعا شوط ثاني ومن الصفة إلى المروة هذا الثالث ومن المروى إلى الصفة الرابع وهكذا حتى ينتهي من سبعة أشواط هذا هو الفعل الصحيح صاحبنا في السؤال كان يأتي من الصفة ثم يذهب إلى المروى ثم إلى الصفة ويعد ذلك شوطا واحدا ثم يذهب مرة ثانية إلى المروى ثم إلى الصفة ويعده شوطا ثانيا فكان يجعل الشوطين شوطا واحدا جهلا منه بالحكم فأقول ليس عليك كفارة ولا شيء لكن تعلم دينك تعلم العلم الشرعي إذا دخلت في أمر من أمور العبادة تعلم وأنت ذهب للعمرة اسأل أهل الذكري إن كنت لا تعلم اقرأ كتابا إذا دخلت في صفقة في بيع وشراء اسأل أهل الذكري حلال أو حرام تريد أن تصلي اقرأ عن الصلاة وعن أحكام الصلاة دخل شهر رمضان والصيام تعلم بعض أمور دينك حتى لا تشق على نفسك نعم يقول مع ظهور العملة الورقية الجديدة العشر جنيه والعشرين جنيه هناك بعض الناس يغيرونها بزيادة فهل هذا جائز؟ لا هذا ربا يعني بعض خفاف العقول يريد يقول أنا أحب أن يكون معي فلوس جديدة عملة اللي هي الفلوس جديدة فيا فلان خذ خمسة عشر جنيه وحتل عشر جنيه جديدة أو خذ حداشر جنيه أو اتناشر جنيه وهات عشر جنيه جديدة أو خذ خمسة وعشرين جنيه وحتل عشرين جنيه جديدة هذا ربا هذا ربا إذا تمثلت العملة جنيه بجنيه فلا بد أن تكون بنفس القيمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم الزهب بالزهب والورق بالورق والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد يعني خمسة جرام ذهب أغيره بخمسة جرام ذهب ويدا بيد يعني يكون في نفس المجلس كمان مش بالتقسيط أو لا أقول له تعالى غدا سأعطيك إيه سأعطيك الباقي أو سأعطيك السلع لا مثلا بمثل يدا بيد أنت تغير عشر جنيه بعشر جنيه يبقى إذن عشر بعشرة ما ينفعش اتمناشر بعشرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد يعني اختلفت السلع والأصناف خلاص ممكن نبيع بالتفاضل لا يشترط أن تكون مثلية فمثلا أبيع جنيهات بدولار عادي عشرين جنيه بدولار ميت جنيه بخمسة دولار عادي يكون في تفاضل لكن لابد أن تكون يدا بيد مش أغير المال والآخر أقول إيه أقول بعدين إن شاء الله أقول بعدين إن شاء الله أعطيك البيع لا يدا بيد إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم فما في السؤال لا يجوز ثم لا يجوز بارك الله فيكم يقول السائل ما تقولون في خطيب خطب الجمعة وقال وهو على المنبر والله 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 وأنا أحلفه من على هذا المنبر أني لن أصلي على رجل لا يصلي ولن أزوج رجلا لا يصلي ولن آكل مع رجل لا يصلي إلى آخر ما قال فأقول وبالله التوفيق إن هذا الخطيب يعني مشكورا أخذته الحمية والغير على الصلاة وجزاء الله خيرا يعني هذا هو لم يقل لا يجوز هو قال أنا فنسب الكلام لنفسي كأنه إمام القرية أو إمام الناس وأفعاله الناس تنظر إليه فأراد أن يزجر تارك الصلاة فحلف بالله العظيم هو على المنبر والله 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 لن أصلي على رجل لا يصلي إذا مات لن أصلي عليه الجنازة صلوا عليه أنتم لكن أنا لن أصلي عليه ولن أزوج رجل لا يصلي لن أحضر عرسه ولن أتدخل في زواجه ولن آكل مع رجل لا يصلي فنقول ما فعله لا حرج لكن أوضح حكم تارك الصلاة إن حكم تارك الصلاة أمره خطير خطير فأمره يدور بين الكفر والفسق الفسق الكبير من أهل العلم من قال كافر وهم الحنابلة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الأمر خطير الأمر خطير أن تترك الصلاة بدون عذر وبدون أي شيء عمدا هكذا تكاسلا وغفلة الأمر خطير من أهل العلم من أهل الديانة والعلم قالوا كافر يخرج من الملة وإذا مات لا يصل عليه ولا يغسر ولا يكفر ولا يدفن فيما قبر المسلمين لكن جمهور أهل العلم يرون أن تارك الصلاة ليس بكافر لكن هو فاجر ومن أفسق الفساق من أفسق الفساق على الإطلاق من أفسقهم فوقروا متوعد بالعذاب الشديد والنصوص في ذلك كثيرة جدا لا تحصى في ذنب تارك الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشاوات فسوف يلقون غيا قال تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم سهفون قال أهل العلم هم الذين يصلون بعد خروج الوقت فويل لهم فما بالون بالذي لا يصلي أصلا ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أي الذي يتوضأ بسرعة ولا يغسر رجليه غسلا جيدا ويل له إذن الذي لا يتوضأ أصلا ولا يصلي عقبوا إيه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحور الله رأسه رأس حمر إذن الذي لا يصلي يعني هذا الرجل يصلي في جماعة متوعد لأنه يرفع رأسه قبل الإمام متوعد أن يحول الله رأسه رأس حمر إذن الذي لا يصلي جماعة ولا يصلي مع الناس ولا يصلي أصلا حقبوا إيه بل الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم الرسول الرحمة للعالمين قال لأناس يصلون في بيوتهم أحرق عليهم بيوتهم بالنار وهم يصلون بس في بيوتهم ويتركون الصلاة في المسجد إذن الذي لا يصلي أصلا حكم إيه كما قال الرسول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أتخلف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار الكلام دي خارج من الرسول المحمد صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين لكن الأمر شديد الأمر شديد ترك الصلاة جريمة ترك الصلاة أعظم الفسق وأفجر الفجور ترك الصلاة أن يؤذن للظهر ولا تصلي عادي ويؤذن العصر عادي ولا تصلي والمغرب ساهي لاهي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجمهور يحملون الكفر هنا على كفر النعمة وأنه من أفسق الفساق وليس بكافر فقول الإمام على المنبر والله لا أصلي عليه والله لا أزأ وجهه لا أقل مع الرجل تارك الصلاة هذا لا حرج في قوله زجرا لتارك الصلاة نعم تقول نزل علي دم الحيض ثم رأيت الدم في ملابسي فهل كل مكان جلست فيه يعد نجسا لا إذا ظهرت فيه النجاسة يعد نجسا يعني امرأة حاضت والدم في ملابسها أنت جلست على مجلس انظري هل تلوث المجلس بالدم أو لم يتلوث فإذا لم يكن المجلس تلوث بالدم فليس بنجس يقول ذهبت لخطبة فلانة أخت من الأخوات فقالت لي أمي أنها أرضعت أختها الكبيرة فهل يجوز لي الزواج بهذه الأخت أو لا ذهبت لخطبة امرأة فقالت لي أمي السائل هو الذي يقول الخاطب قالت لي أمي أنا أرضعت أختها الكبيرة فهل يجوز لهذا الرجل الزواج من تلك المرأة نعم يجوز يجوز ذلك لأن المرأة المخطوبة ليست أختا للخاطب إنما أخته هي أخته الكبيرة فقط فالتحريم في الرضاع ينتشر بين الرضيع وبين الأم المرضع وأولادها وأقاربها بين الرضيع فقط فالآن الأخت الكبيرة هي التي رضعت من أم الخاطب فالأخت الصغيرة ليست بإخوة أو ليست ببنت للمرضعة وليست بأخت للخاطب فيجوز عند إذن أن يخطب الرجل هذه المرأة الصغيرة أو الأخت الصغيرة أما لو كان العكس لم يجوز الزواج بها كيف العكس؟ أن يكون الخاطب هو الذي رضع من أم المخطوبة خاطب ذهب لخطبة مرأة لكنه رضع من أمها ففي هذه الحالة لا يجوز لهذا الخاطب أن يخطب تلك البنت لماذا؟ لأنها أخته من الرضاعة لأن هذه المردعة أم من الرضاعة وأولادها إخوته من الرضاعة وزوج المردعة أبوه من الرضاعة وأخ المردعة خاله من الرضاعة وأب المردعة جده من الرضاعة وأم المردعة جدته من الرضاعة وهكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالحرمة تنتشر بين الرضيع فقط وبين الأم المرضعة وأقاربها الحرمة تنتشر بين الرضيع وبين المرضعة وأقاربها فيجوز في هذا السؤال أن يتزوج الرجل تلك المرأة يقول رجل فاتته صلوات كثيرة حال شبابه ثم تاب إلى الله فيسأل هل يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات الفائتة جمهور العلماء والأكثرون منهم رأوا ذلك رأوا أنه يجب على من ترك الصلاة أن يقضي ما فاته لأن دين الله أحق أن يقضى وأن الصلاة لا تسقط بتركها كما أن الصيام لا يسقط بتركها والزكاة لا تسقط بتركها فدين الله أحق أن يقضى هذا رأي جمهور أهل العلم فاقضي ما استطعت اقضي ما استطعت ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر هذا الأمر قال دخلت المسجد والإمام يصلي المغرب وأنا لم أصلي العصر بعد فهل يجوز لي أن أصلي العصر خلفه وهو يصلي المغرب نعم يجوز ذلك يجوز أن تدخل بنية أنك تصلي العصر وهو يصلي المغرب ففي الرقعة الثالثة سيسلم الإمام ومن معه وأنت تقوم تأتي بالرابعة لكن لماذا تركت صلاة العصر حتى يخرج وقتها إن كان عن عمد فهذا كبير من الكبائل أما إن كان عن نوم أو نسيان فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وقال الرسول ليس في النوم تفريط ليس في النوم تفريط إذا نمت رغما عنك بدون إرادة فليس عليك إس يقول كنت مسافرا ودخلت المسجد والإمام يصلي الظهر فدخلت معه الصلاة فهل أقصر الصلاة أم أتمها؟ أتمها أنت مسافر وأتممت برجل مقيم فلأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على أنه يجب عليك أن تتم الصلاة طالما أتممت برجل مؤتم بخلاف العكس لو كنت أنت المسافر ودخل أناس مقيمون يأتمون بك اقصر وهم يأتون بالركعات الأخرى لكن لو أنت المسافر ودخلت وأتممت بأناس مقيمين فأتم الصلاة معهم ولا يجوز لك أن تقصر الصلاة يقول السائل استيقظت من نومي ورأيت بللا رأيت بللا أني أنزلت منيا فهل يجب علي الغسل؟ أقول وبالله التوفيق نعم يجب عليك الغسل برؤية الماء وهذا بإجماع العلماء حتى ولو لم تتذكر احتلاما حتى ولو لم تتذكر احتلاما فإذا استيقظت ورأيت ماءا أنك أنزلت منيا فيجب الغسل حتى ولو لم تتذكر احتلاما بخلاف العكس لو تذكر إنسان احتلاما أنه احتلم لكن استيقظ ولم يجد ولم يرى ماءا ولم يجد أن ماءا نزل فليس عليه غسل فالعبرة برؤية الماء كما أتت أم سليم للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء نعم إذا رأت الماء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الماء هي الأصل سواء تذكرت احتلاما أو لم تتذكر رأيت ماءا منيا وجب الغسل بخلاف العكس لو احتلمت ولم تجد ماءا فليس عليك غسل هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأسأله جل وعلا أن يعلمنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع نعوذ بالله من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نسأله تبارك وتعالى على التوفيق والسداد والعون والرشاد اللهم أأتينا في الدنيا حسنا وفي الأخرة حسنا وكنا عذاب النار وصلى اللهم على النبينا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون